نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي مائدة إفطار الوحدة الوطنية بمحافظة السويس بحضور رموز العمل العام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي على هامش حفل الإفطار تم تنظيم فقرات فنية ومسابقات للأطفال لمناسبة شهر رمضان المعظم في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية أكبر مائدة إفطار للوحدة الوطنية على ممشى أهل السويس لحضور رموز العمل العام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي المستهدف في شهر رمضان تماماً 28 مطبخ دول المستهدف اليوم أنهم يطلعوا 4000 واجبة في اليوم الواحد مليون واجبة خلال شهر رمضان أنا فرحاناً النهاردة أن السويس كأنها عروس فعلاً أنها تعمل تحالف وطني ما بين المسلمين والمسلحين على ما قدت إفطار واحدة في تحالف وطني أن هي يوم جميل وأنا بعتبر بيت العائلة بمثابة لم الشام لأهل السويس نعملين نهاردة اليوم دوت عشان خاطر الأيتام والأرامل والأولاد ونفرح كل اليوم السويس عالمي للسويس كلها أننا نفرح جميع الناس في السويس المجتمع السويسي نفرحه الحفل الكبير الذي حضره الآلاف من كافة أطياف المجتمع بمحافظة السويس ساده جو من الفرح والسرور بهذا اليوم وتلك الأمسية والذي شهد خلاله توزيع مئتي هدية مجانية على المشاركين في الحفلة نهادي قررنا أن نعمل إفطار الوحدة الوطنية ودي حاجة مش غريبة على شعب السويس بس إحنا قررنا أن ننكبرها ونزهر بها محافظة السويس بالشكل اللائق فعملنا حاجة مختلفة فعملنا إفطار الوحدة الوطنية زي ما حضرهاك شفت الإفطار النهاردة مشاركنا فيه الأزهر والكنيسة مشاركنا فيه كل طواقف مفيش حاجة اسمها غني وفقير كلنا واحد شعب السويس بالكامل اجتمع النهاردة زي ما حضرهاك شايف النهاردة نزلين الفطار الوحدة الوطنية بتاع السويسة نزلين متطوعين بنقاف من نظم الناس وبننظم الحفلة نفسها علشان ده تطوع مننا يعني وكان نحن مؤسسة هنوزع حاجات وهدايا لشعب السويس عمتان يعني عفلوا إفطار العائلة المصرية شهد حضورا كثيفا من أهالي السويس الذين حرصوا على التواجد حتى منذ وقت مبكر قبيل موعد الإفطار وأقيمت على هامش الحفلة فقرات فنية للإنشاد الديني والسمسمية ومسابقات للأطفال طبعا ده شيء جميل وشيء مشرف وطبعا نبين أن المصريين كلهم طبعا على طول الوقت يدوا واحدة وكلنا بنجتمع على المحبة والمواد والألفة في جواية فرحة كبيرة جدا أن يكون في مشاركة وشراكة في الوحدة الوطنية ده فخر لمصر وعلامة أن مصر في تقدم وازدهار ونمو وفعلا رمضان يجمعنا سويس النهاردة بتحتفل بالأيتام والأرامل والفقراء وطبعا من طوال المجتمع كلها بالشرف في الفعالية حفل سنوي يأتي ضمن سلسلة ليالي مصر بمناسبة شهر رمضان المعظم والذي تقوم فيه الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل المجتمعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي بمزيد من مد جسول التواصل بين كل أهل مصر في شتى ربع الوطن